شكرا لكم عزيزي الطلبة بالنسبة للتسجيلات الجامعية سوف تنطلق يوم الغد بتاريخ 27 جويل سوف أريكم في هذا الفيديو طريق تسجيل أنفسكم في الموقع سوف أترك لكم موقع التسجيلات الجامعية في صندوق الوصف فهو موضح أهمكم هذا هو الرابط تضغطون عليه سوف تنبثق لكم نافذة بهذا الشكل سوف يطلب منكم تسجيل الرقم كذلك الرقم السري ثم تسجيل الدخول الرقم السري وهو موجود أسفل الشهادة نجاحك في شهادة البكالوريا كذلك انتبه الرقم السري مكتوب الحروف اللاتينية كبيرة والصغيرة عليك نقله كما هو مكتوب في شهادة النجاحك في شهادة البكالوريا وضع عزيزي الطلبة تقوم بكتابة الرقم كذلك الرقم السري كما هو موضح أمامكم ثم تقوم بالضغط على تسجيل الدخول الخطوة الثانية بعد تسجيل دخولك يجب عليك قراءة وثيقة حقوق وواجبات الطالب بإمعان لتفهم ما عليك فعله بعد ذلك عليك شطب الخانة التي تتضمن قبول بنود وثيقة ميثاق حقوق الطالب وواجباته والضغط على زر موافق كما هو موضح أمامكم في الصورة للتأكيد كما هو موضح في الصورة وضعها زي طلبة ستظهر نافذة للتأكيد عملية الحفظ بنجاح انقر على زر اوكي لمواصلة عملية التسجيل الخطوة الثالثة هو الاطلاع على النقاط التي تحصلت عليها في امتحان شهادة البكالوريا انقر على الرابط كشف نقاط البكالوريا كذلك يمكن طباعتها كذلك يمكن البدأ في مال بطاقة الرغبات بالضغط على مرحلة التالية الآن نتقل إلى الخطوة الرابعة وهي الاطلاع على التخصصات المسموحة المسموحة كما هي موضحة أمامكم يمكنك الآن الاطلاع على قائمة جميع التخصصات التي يمكنك الترشح فيها حسب النقاط التي تحصلت عليها في امتحان شهادة البكالوريا وذلك حسب الشروط العامة والخاصة المنصوص عليها في المشور الوزاري ولتباعة قائمة التخصصات انقر فوق طباعة كما هي موضحة أمامكم تقومون بطباعة هذه التخصصات التي تحصل عليها كل طالب هذه الخطوة الرابعة الخطوة الخامسة وهي ادخال الاختيارات بعدما تنقر على الرابط ادخال الاختيارات ستظهر لك نافذة التالية انقذ على زر ابدا كم هو موضحة أمامكم الآن يقوم الطالب بملأ هذه الخانات الموضحة أمامكم عبأ الخانات التالية بالفرنسية الاسم واللقب مقر الإقامة اسم الأب واسم الأم ولقب الأم والعلوانة وتحقق منها جيدا كذلك رقم الهاتف يجب أن يكون صحيح إذا لم تدخل هذه البيانات فلا يمكنك البدأ في عملية ملابطاقات رقباتها ثم تقوم بالضغط على زر حفظ عندها إذن ستظهر رسالة للتأكيد عملية الحفظ يمكنه الآن المرور إلى الجزء الثاني بالنقر على زر المرحلة التالية كما هي موضحة أمامكم الجزء الثاني هو إدخال الرقبات للطالبة سيتم اقتراح قائمة تضم عشر الرقبات من بين التخصصات المسبوحة لك باختيارها يجب أن تملأ بطاقة الرقبات بعد تفكير طويل لأنه سيتعلق بمستقبلك ثم تضغط على حفظ يمكنك بعدها الآن طباعة الورقة بالضغط على زر طباعة كما هي أمامكم هذه كل المرحلة التي تكون في التسجيل عبر الموقع نعود شرحها مرة أخرى قلنا المرحلة الأولى تقوم بالتسجيل أو الدخول في هذا الرابط التي سوف أتركه لكم أسفل هذا الفيديو الخطبة الثانية تقوم بكتابة الرقم السري الرقم التسجيل والرقم السري ثم تقوم بدخول إلى تسجيل الدخول كيف تحصل على الرقم التسجيل والرقم السري كما هو موضح أمامكم الرقم السري هو موجود أسفل شهادة نجاحك في البكالوريا كذلك يجب على كل طالب وطالبة أن تكتب الرقم السري كما هو مكتوب الحروف اللاتينية الكبيرة والحروف الصغيرة تنقله كما هو هذه الخطوة الأولى الخطوة الثانية ستظهر لك نافذة للتأكيد عامية الحفظ بنجاح انقل على زر OK لمواصلة عملية التسجيل الخطوة الثانية هو الاطلاع على كشوف النقاط التي تحصلت عليها في امتحان شهادة البكالوريا انقل على الرابط لكشوف نقاط البكالوريا ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي الخطوة الرابعة هو الاطلاع على التخصصات المسموحة لك الخطوة الخامسة وهو إدخال الاختيارات بعدما تنقل على الرابط إدخال الاختيارات ستظهر لك نافذة التالية انقل على زر ابدا كما هي موضح أمامكم ثم تقوم بملء هذه الخانات التي تحتوي على اسم واللقب مقر الإقامة اسم الأب اسم ولقب الأم والعلوان وتحقق منها جيدا ثم تقوم بإدخال رقم هاتفك صحيح ثم ننتقل إلى الجزء الثاني هو إدخال رغباتك سيتم اقتراح قائمة تضم عشرة رغبات بين التخصصات المسموحة لك باختيارها يجب أن تملأ بطاقة الرغبات بعد التفكير الطويل لأنه يتعلق بمستقبلك ثم تقوم بطباعتها هذه المرحلة الأولى من التسجيلات الجامعية المرحلة الثانية للتأكيد سوف نخصص لها فيديو آخر بعد 29 جويل نتوقع